انت شايفة انه هانيا او من وجهة نظر الككاتبة برضو يا مونة انه اللي فشل في حياته الزوجية يعني هانيا 8 زيجات هي كل مرة عندها امل انها تبقى الاخيرة مدام هي عملة تجرب وتجرب وتجرب وزي ما قلنا هي مش عايزة تكون وحيدة هي انسانة مش قادرة تعيش لوحدها اللي بيفشل في حياته الزوجية من وجهة نظر الككاتبة او من وجهة نظر البطلة بتاعت رويتك اللي هي عنية بيتتوقع انه هو حاسس بانه فشل في حياته هل علاقاتنا الزوجية هي اللي بتحدد لنا اذا كنا نجحنا او فشلنا في حياتنا انا مش شايفة ان هانيا فشلت انا شايفة ان هانيا استمرت في المحاولة اه اللي بيفصلك دايما ما بين النجاح هو تكرار المحاولة جميل اوكي فما بدأ ان حد فشل او انها فشلت ده اللي ما حاولش او اللي فقد الامر وبطل يحاول وفيه ناس على فكرة فشلت لانها مكملة فيه ناس دخلت في علاقات غير مرضية سواء علاقات توكسيك او علاقات غير مشباعة معنويا ولا فكريا ولا متكافأ ومكملة ودل راجل ولا دل حياته زي ما بيقول اه اه طبعا لا ده مش نجاح خلينا نتكلم عن زواج الباست فريند او الجواز من الباست فريند الموضوع ده على فكرة مؤخرا انتشر بس هانيا اتجوزت الباست فريند في الجوازة الاولانية عادة بيبقى اتجوز الباست فريند ده في التاني او في التالت يعني في المحيط اللي احنا بنشوفه حوالينا لانه بيبقى معاشر بقى القصة من اولها وكده فبيتعاطفوا فبيحبوا بعضا فبيتجوزوا فبيتحاول من صديق الى زوج خلينا نرجع لهانيا ونتكلم عن جوازها من الباست فريند ودي كانت الزيجة الاولى لها هانيا اتجوزت مرتين من صديق مرتين اول مرة كانت صغيرة ودي اول زيجة اول زيجة وهي في العشرينات وطبعا بما ان فيه هانيا وازواجها التمانية فهي اكيد الزيجة دي ما كملتش واخر زوج كان برضو صديق بس هانيا بتاعت اول زيجة مش هي هانيا بتاعت اكيد وهي 25 سنة اخر وهي 60 سنة اخر زوج ده 60 سنة مش عارفين اخر ولا لأ لسه هنشوف الرواية بس هي الانسانة اللي اتجوزت وهي في العشرينات من عمرها مش هي هي اللي اتجوزت وهي في الاخر عندها 60 ساعة في جوازة من الجوازات الكتير كان في جوازة منهم اتقلها فيها اخوتي اللي يحبك اه هي اتجوزت حد هو بيحبها اكتر ما هي بتحب ايه رأيك في المبدأ ده لا انا بحس انه هو مبدأ مرضي شوية بعد كده ما بيعيش ما بيعيش اه الا الناس بصي الناس يعني طبعها مختلف عن بعض فيه ناس ممكن تبدل الحب بحب اكتر فتبقى زيجة نكحة وفيه ناس لا فانا كمونة يعني كشخص انا مش معا نخد اللي يحبك اه لا لو انتي مش بتحبيه مش هتمش بتبقى واخدة مسكن طبعا بتبقى واخدة مسكن طبعا مش بتبقى حاجة مستمر صحيح صحيح اه اتسكلت يعني اه هانيا برضو ما فوتتش حاجة ده هاي واضح